كيف تقيم خارطة الطريق التي أعلنتها المفوضية لتنظيم أو لإجراء انتخابات مجالس المحافظات؟ بدءا بتحديد موعد لفتح باب التسجيل وانتهاءا بالتحديث وما إلى ذلك بما فيها الخطط الأمنية؟ شكرا على الاستضافة تأتي هذه استجابة لطبيعة القرار الذي اتخذته البرلمان العراقي فيما يرتبط بورقة الاتفاق السياسي فضلا عن أن الحكومة حددت موعدا للانتخابات المبكرة وهذا أصبح لزاما على مفوضية الانتخابات أن تشرع بالبدء بإجراءاتها التي يمكن من خلالها إيجاد عملية انتخابية تتسم بالمعايير الديمقراطية وحتى تتطابق مع طبيعة المعايير الدولية هي تكاد تكون خطوات متخذة لكن الأهم من وجهة نظري هو أن يكون هناك شفافية أكبر في عمل المفوضية هذا مهم بشكل كبير جدا فضلا عن أن المفوضية رغم أنها شرعت منذ بداية الشهر القادم يعني وفق الإعلان على أنها ستبدأ لكن أعتقد أنه قد يتعرض هذا العمل إلى قرار سياسي يؤجل الانتخابات لذلك هي تعمل بصفتها كمؤسسة يعني معنية بإجراء الانتخابات سواء محلية أو حتى برلمانية لكن بالنهاية أنا أتصور القرار السياسي قد يوقف عمل هذه المفوضية إذا ما كان هناك قرار بتعجيل الانتخابات المحلية للعام القادم نعم يعني رئيس الحكومة السوداني قال أن الحكومة ماضية في أداء وظيفتها في التهيئة لهذه الانتخابات كمؤسسة تنفيذية في البلد برأيك كيف تبدو جاهزية القوى السياسية برامجها الانتخابية أنت أشرت إلى احتمالية التأجيل بقرار سياسي هل بالإمكان يضاح هذه النقاط يعني رغم أنه جدل سياسي داخل الإطار التنسيقي بضرورة تأجيل الانتخابات إلى نيسان من العام 2024 لكن هذا لم يمنعهم على اعتبار قد تكون هناك ضغوطات تمارس من قبل أطراف أخرى داخلية وخارجية وحتى لقاء ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة مع رئيس الحكومة قد يأتي في هذا السياق يعني سياق الضغوط من أن يجب أن تجرى الانتخابات لكن أقول لرغم موجود رأي أتصور من أن الدعاية المبكرة بدأت طريقها يعني خصوصا في ظل زيارات تقوم بها بعض الزعامات للإطار التنسيقي إلى بعض المحافظات أيضا هناك قوى سياسية سنية بدأت عملية اختيار ممثلين لها في الانتخابات المحلية مثل ما لاحظنا في مدينة الموصل هناك قائمة حسم للإصلاح أيضا المؤتمرات الانتخابية التي الآن تجرى في محافظة الأنبار إذن هناك عمل لكن بالنهاية كل هذا يتوقف على مستوى القرار السياسي هل ستجرى الانتخابات في نهاية هذا العام أم تؤجل لأسباب قد تكون مرتبطة برؤى سياسية وعدم جاهزية لبعض القوى لخوض هذه الانتخابات هل تعتقد دكتور إحسان أن تحالف إدارة الدولة الذي أقام هذه الحكومة ويسيطر على مجلس النواب سيستمر متكافئا ومتضامنا ومتفاعلا في انتخابات مجالس المحافظات لا أبدا انتخابات مجالس المحلية ستفرز اصطفافات جديدة على اعتبار أنها محلية وبالتالي الرقع الجغرافية تختلف حتى في طبيعة المكونات السياسية وحتى المجتمعية لذلك حتى داخل هذه المكونات سينفرط عقد تحالفاتها وهذا ما لاحظناه قد تكون هناك انفراط لتحالف الإطار التنسيق والسني وحتى الكردي على اعتبار أن لهم انتخابات لكن لن يكون ائتلاف دارة الدولة موحدا في الانتخابات المحلية ماذا عن قوى جديدة ربما تتهيأ للمشاركة هل سنشهد قوى جديدة وبرأيك هل سيشارك التيار الصدري في هذه الانتخابات القوى الجديدة تدرس معايير العمل المفوضية أيضا الشفافية أيضا التدخلات وعملية توظيف موارد الدولة المال السياسي عند ذلك يمكن أن تقرر الدخول لكن بالنهاية أتوقع بأنه لا نجد قرارا موحدا على اعتبار أنها أيضا تشابه القوى السياسية التقليدية التيار الصدري رغم أنه لم يعلن رسميا لكن التصور بين التيار الصدري لا زال ينتظر كقاعدة ينتظر قرارا أو فعل سياسي من قبل زعيمه سيد مقتدى الصدر لكن بالنهاية لا أستبعد إذا لم يكن هناك إعلان أن يخوض بعض المقربين من التيار الصدري الانتخابات المحلية لكن بدون إعلان رسمي أو وجود كتلة إلا في حالة أن قرر زعيم التيار الصدري أن يعود للعمل السياسي وبالتالي قد نشهد دخولا رسميا للانتخابات المحلية أو حتى الانتخابات القادمة التي قد تكون مبكرة في العام القادم نعم من بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري شكرا جزيلا لك